اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود بالاسد لغاية ساعات الصباح تقريبا ورح ينتقل للعذراء هو متواجد اغلب اليوم في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب واصلاح الشركاء وثبات الموظفين اما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل طبعا ما بعد الحلقة في ساعات منتصف الليل هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و50 دقيقة منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 42 و41 دقيقة صباحا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء وكمان منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية قبل خلو المسار هي زاوية اقتران برضو ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 35 و38 دقيقة صباحا منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة وحكينا انه قبلو المسار ببدأ الساعة 35 و38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 28 دقيقة صباحا هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقود مثلا او خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما بالنسبة للقمر القمر رح يكون موجود ويتواجد في برج العدراء الساعة 28 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبالنسبة لتأثير القمر على كافة الابراج لما بيكون موجود بالعدراء منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي او شاردي دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر انه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا وممكن ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هذا افضل فترة للتخلص من عادات سيئة زي التدخين او شرب الكحول او شرب المهدئات بوسعنا اقتناء حيوان اليف مثلا او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالعذرة معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم واحد وعشرين ثمانية رح يكون فيه تمام الساعة ثلاثة وستة وثلاثين دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة صباحا بينتقل القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر بما انه القمر الجديد يعني ولادة الهلال وبداية عام هجري جديد فكل عام وانتم بكل الخير انتم جميع احبابكم وان شاء الله انه عام خير على الجميع بما انه يعني رح يكون ولادة القمر بالاسد وهذا شيء يعني بدل على انه عام فيه شوية احداث صعبة طبعا ما رح نضطر الها الان بدل على انه شغلة بتتعلق بالقيادات وبالسياسة وبالقرارات لانه ميلاده بالاسد شوي يعني بعطي نوع من انواع الحدية صحيح انه فيه شوية اشياء ايجابية ولكن السلبية تقريبا بتكون ظاهرة بشكل اكبر يعني تقريبا بنقدر نقول انه ما بدنا نحبطكم من بدايتها ولكن النوع عام برضو رح يكون من بدايته فيه نوع من انواع الصعوبة وطبعا بما انه القمر الجديد رح ينولد الساعة او يبدأ الساعة ثلاثة وخمس دقائق صباحا فنسبة الاضاءة بالنسبة للقمر بتكون صفر بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في الاسد والعدراء حتى يوم 21 ثمانية المزاج سعيد عطارد في الاسد حتى يوم 28 ثمانية المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج وبميل للسعادة في بعض الاوقات المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14.01.2021 مزاجه منتحس نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 29.11 مزاجه ممتزج إبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أنه برج الحمل والقمر رح يكون موجود بالأسد بالبيت الخامس لإلك ورح ينتقل للبيت السادس فمعناته الأجواء بتظل جيدة ومريحة لغاية ساعات الصباح نفسيا بتكون مرتاح وعندك حيوية وعندك طاقة كبيرة ولكن من ساعات الصباح الشوي الأجواء بتصير فيها نوع من أنواع الضغط الضغط هذا بيجي إما على شكل أفكار أو على شكل توترات أو على شكل أقوال وهو بيجي الضغط نتيجة وجوده بالبيت السادس اللي إله علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بتكون ديروا بالكم برضو تأثيرات المريخ بتكون حادة خلال هذا اليوم فعشان هيك بتكون ديروا بالكم من التوترات والعصبية في بعض الأوقات أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا بتظلها إلها نوع من أنواع التركيز على الوضع المالي ولكن في ساعات الصباح بصير التركيز أكبر يعني بصير في عندكو اهتمامات أكثر الفترة هاي بتفتح مجالات إلها علاقة بمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات ولكن بتتزايد فيها المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه في بعض الإيجابية على مستوى التنقلاتك واتصالاتك وحواراتك عندك قدرة على الإقناع ولكن من ساعات الصباح ممكن تنزعج من خبر معين أو تتوتر بسبب خبر معين أو ممكن أنه يكون لك شيء بتعلق في أخ أو جار خلال هذا اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يركز بشكل جيد وخصوصا من ساعات الصباح وبدكو تحذروا أثناء تنقلاتكم أما بالنسبة للبيت الرابع اليوم فيه إشي له علاقة في البيت فيه حدث رح يكون له علاقة في البيت أو في العائلة أو بأفراد العائلة الأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن شغلة لها علاقة بمصالحة لها علاقة بعمل بشراء بيت بأجهار بيت بعملية صيانة مثلا جمعة معينة يعني فيه نوع من أنواع الارتياح أو خبر صار له علاقة في البيت خلال هذا النهار وفيه منك رح يهتم بأحد أفراد العائلة أكثر من الشيء الطبيعي أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي جدا على المستوى العاطفي وعا مستوى الحدود وبالضل العاطفي قوية عندكم خلال هذا النهار وبرضو ممكن أن تتعززوا علاقة مع حبيب أو تتواصلوا أو يكون برضو إشي له علاقة بفرحة يعني الإشي له علاقة بالبيت والرابع والخامس بيدل على أنه فيه فرح أو فيه خبر أو فيه موضوع أو فيه إنجاز خلال هذا النهار شوي ممكن يكون مفرح أو يكون حتى لو اتصال أو لو لقاء يعني فيه إشي رح يكون مبسطكم أو مسعدكم خلال هذا النهار أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت السادس فعشان هيكي بتكون تنتبهوا لصحتكم أكثر من المعتاد راقبوا حالكم اهتموا بصحتكم بغذائكم براحتكم من ساعات الصباح بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع بالنسبة لأجواء الشراكة يعني تقريبا مستقرة هي روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا ما بينكم وبين شركائكم أو ما بينكم وبين أزواجكم بشكل روتيني على طبيعتكم يعني إذا كنتوا عصبيين بكون الجو عصبي إذا كنتم مريحين ومسالمين الأجواء جيدة وما فيه أي مشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم بزيد الاهتمام على مواضيع إلها علاقة بالأموال المشتركة فممكن تهتم بموضوع إلعاقة بقرض أو دين أو مساعدي مثلا أو بنك أو إشي إلعاقة بالعمل أو الأسواق المالية أو أموال الشريك اللي هو الزوج أو الزوجة أما بالنسبة للبيت التاسع برضو اتصالاتكم الخارجية رح تكون روتينية يعني تواصلكم مع أشخاص خارج البلاد أو مواضيع التنقلات والسفر على مستوى بس الامتحانات الجامعية منقول يعني حاولوا تركزوا بشكل جيد ودرسوا وما تعتمدوا على الحظوظ وبرضو أثناء تنقلاتكم بالشوارع المفتوحة بدكوا تحذروا شوي أما بالنسبة للبيت العاشر فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشانيك منقول لكم لا تشوهوا سمعتكم بأي تصرف أو قول حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مكان العمل وما تدخلوا بأي خلافات ما بينكم بين زملائكم أو رؤسائكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 برضو على مستوى بيت الأصدقاء ممكن يكون في لقاء أو جمعة أو حوار معين أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة خلال هذا النهار يعني الأجواء مطمئنة للقاء أو لاجتماع إلو علاقة بالأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا نبتون والزاوية اللي بتعمل نوع من الأوهام خلال هذا اليوم ديروا بالك بس من الوسواس والقلق والتوتر والأوهام لأن الأجواء ما رح تكون مساعدة لأي لكم بالشكل الكبير فبدكوا تديروا بالك على صحتك وديروا بالك على أعمالك وعلى صحة أحد المقربين أو أحد الأحبة لأي لكم برج الثور طبعا الأجواء رح يظل فيها نوع من أنواع التوتر والتقلب بالمزاج لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبلشوا تنشحنوا بطاقة عالية جدا وبرضو بصير عندكم رغبة كثيرة لإنجاز كثير من الأعمال خلال هذا النهار صحيح أن الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب بالمزاج ولكن إجمالا اليوم الجو مريح أكثر من الأيام الماضية وفيه حظوظ أكثر وبرضو فيه نوع من أنواع الاهتمام رح يصير إما بالشكل أو بالتجميل أو بإشيء له علاقة بالعمل الفني أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الاهتمام على مستوى المصاريف أو الدفعات أو الالتباسات المالية أو التراكمات أو أشياء العلاقة بالوضع المالي ممكن من عمل إضافي مستردات هبات دعم معين أجارات تصليحات ترميمات يعني مصاريف طبية أو منزلية ولكن من ساعات الصباح الاهتمامات هاي بتزيد أو بصير إلها ترتيب أو فيه دعم معين أو برتاح بالك من هاي المصاريف الشوي يعني بتخف الضغوط شوي على المستوى المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا حكينا أنه بالفتر الماضي كان فيه نوع من أنواع العصبية ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بزيد النشاط عندكم والحيوية الرغبة بالتناقلات وبالاتصالات بالمطالعة بالتسويق بالكلام يعني الفترة هاي برضو بتحمل أجواء إيجابية بلشت الأجواء بتصير بالاتجاه اللي أنتو بترغبوا أو الاتجاه اللي بكون فيه نوع من أنواع الإنجازات خلال الفترة هاي رح يكون لكم تعاون مع بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع طبعا بتظل الأمور إلها نوع من أنواع الاهتمام على المسكن أو على إشي عائلي لغاية ساعات الصباح أهم إيش أنك تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم إلا اللي ببادئ في عملية تغيير أو ديكور أو تصليحات منزلية يكمل ولكن إنك تبدأ بالفترة هاي يعني بكون فيه نوع من أنواع الصعوبة لأنه فيه خلوم مسار أولا وفيه بعض التعطيلات ممكن يكون فيه حوار أو نقاش أو لقاء عائلي خلال هذا اليوم أما من ساعات الصباح فبتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورمانسيات لأن الأجواء رح يصير جيدة لأن القمر رح ينتقل للبيت الخامس رح يدعمكم بشكل قوي ومرضو رح يعزز قدرتكم وجاذبيتكم واهتمامكم بالأمور التجميلية أو الديكور أو الأمور الفنية جمالا يعني بمعنى آخر الأجواء فيها شيء إيجابي وقوي وداعم لا لكم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل وصحة تقريبا ما فيه أي مخاوف تقريبا يعني الأمور مسيطرة عليها بتقدروا تنجزوا أعمالكو برضو بتقدروا تهتموا بمسائل إلها علاقة بالصحة أهم إشي أنكم ما تراكموا الأعمال وما تأجلوها وما تدخلوا بأي خلاف ما بينكم بين زملائكو أو رؤسائكو بالعمل خلي الأجواء تقريبا تكون روتينية يعني بيكون أفضل ويهتم يعني بأشياء إلها علاقة بالصحة ممكن تكون عابرة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي من ساعات الصباح بتخف الضغوط وبتصير الأجواء فيها نوع من أنواع التشجيع لها عملية مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو لقاء أو تلاقي ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج يعني الأجواء فيها إشي إيجابي أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنضغط من مسألة إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن مصاريف الزيادة أو ممكن فوضى بالوضع المالي أو نوع من أنواع تراكمات مالية أو مطالبات مالية أحاول أنك تحافظوا على أموالكم السرقة أو الضياع أو الإسراف الغير مبرر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط بتعلق في إشي إلو علاقة بالتعليم أو بالدراسة أو إلو علاقة خصوصا الدراسة الجامعية أو بمؤسسات تعليمية أو شيء إلو علاقة بمرحلة انتقالية من الابتدائي أو من الثانوي للجامعي اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بد يركز بشكل جيد التركيز ضعيف وممكن أنه شوي يكون فيه أمور أو ضاغطة بتشتت من فكرك ولكن إجمالا لو ركزت ممكن تطلع من هذا الضغط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني بتجمع ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل وممكن تحقق إنجازات على مستوى السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا تحمل نوع من أنواع الإيجابية لتلاقي أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع مثلا بيجمع ما بينك وبين الأصحاب أو الأحبة أما بالنسبة للبيت 12 فما زال المريخ بشكل زوايا سلبية فعشان هيك منقول لك بدك تحذر من بعض التقلبات الصحية بعض التراكمات في العمل أو مشاكل العمل أو أشخاص ممكن تتآمر عليك بالخفاء وبرضو ممكن الشيء يتعلق بصحتك أو بصحة أحد الأحبة برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول تقريبا نقدر نحكي أن الأجواء بتظلها جيدة شيئا ما لغاية ساعات الصباح يعني بتظل النفسية مرتاحة والرغبة للتواصل أو الاتصال أو الحوار مع الأحبة أو تلاقي أو إنجاز بعض العمال بتظلها جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح لاهتمامات بتنعكس بتصير عائلية أو بيتية أكثر فيه شيء أو خبر معين ممكن أنه يزعجك خلال هذا النهار يعني بدك تحاول أنك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا رح يصير في بعض الاهتمام على المسائل المالية أو إنجاز بعض الأمور المالية أو تحقيق بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو عمل جديد أو أشياء إلها علاقة بالهدايا يعني الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى المالي وممكن تحقق إنجازات فعشان هيك منقول لك تحرك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بظلها دعم لغاية ساعات الصباح ولكن منقول لكم اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بديوا يركز بشكل جيد وحاولوا تضبطوا شوي عصبيتكم يعني ما تخلوا العصبية تسيطر عليكم خلال هذا النهار من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الرابع فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرأ عمل منزلي أو حدث عائلي شوي يكون إما إيجابي أو سلبي فهذا الإشي بيعتمد على حسب طبيعتكم وعلى حسب الأوضاع اللي أنتم عايشين فيها يعني المجتمع اللي أنتم عايشين فيه واللي بيحدد هاي الأمور ولكن رح يكون فيه تركيز عالي جدا على شيء له علاقة بالبيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا بتكون يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الصباح على المستوى العاطفي من ساعات الصباح بتبلش عندك نوع من أنواع الحساسية أو تتحسس من مواقف معينة أو يكون لك ردات فعل سلبية حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان وتبتعد عن أي مشاحنات أو إصدار أوامر أو تدخل في شؤون الحبيب يعني الأجواء ما بتشجعك لأي مواجهات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه أنت مسيطر على الوضع ولكن من ساعات الصباح بصير عندك اهتمام أكثر لمسائل إلها علاقة بالعمل أو إلها علاقة بالصحة يعني رح يصير شيء معين يلفت انتباهك إلها علاقة بالعمل أو بالصحة عمل جديد أو يتراكم عمل معين أو ملف جديد أو مراجعة طبية أو إشياء بتحس فيها هيك ممكن تخلي فيه نوع من أنواع التوتر عندك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا بتظل داعمة بطريقة التعامل ما بينك وبين الشركاء لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء شوي ممكن يصير فيها بعض التوتر أو التقلب بالمزاج فحاول قدر الإمكان ما تدخل بأي مواجهة ما بينك وبين الزوج أو الزوجة وحاول إنك ما تعصب وما تحتد وما تتحسس من بعض التصرفات أو الكلمات فهذا الإشي ممكن يسبب لك نوع من أنواع التوتر أو يوتر العلاقة ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فما زالت الأجواء ضاغطة على مستوى الأموال المشتركة فممكن موضوع إلو علاقة بقرض أو دين أو موضوع بنكي أو موضوع أموال الشريك مثلا أو أموال أنت مداينها لأشخاص أو كاف الأشخاص شوي يصير عليها بعض المشاكل أو المطالبات خلال هذا النهار أو الطالب ببعض الديون اللي لا إلك فشوي ممكن أن الأمور ما تكون ممتازة كثير ولكن مع ساعات الصباح ممكن تجد بعض الحلول لهذه المسائل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات مع أشخاص خارج البلاد وعلى مستوى التنقلات والاجتماعات ولكن من ساعات الصباح اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وبدك تنتبهوا أثناء تنقلاتكم على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل وعلى مستوى أصدقائك أو زملائك أو رؤسائك بالعمل فاليوم ممكن يحمل اجتماع أو لقاء أو حوار معين بجمع ما بينك وبين أصدقائكم بشكل ودي أو يصير فيه استغلال لواسطة معينة أو معرفة لمساعدتك في أمر ما أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع التوتر ولكن التوتر مش عالي جدا خلال هذا النهار فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء ما بينك وبين صديق أو مساعدة من صديق ما فهاي المساعدة شوي ممكن أنها تدخل سعادة عليك ولكن دير بالك من أنك تزعل أو تذايغ من تصرف صديق أو تواجهه بنقاش أو بحوار أو بخلاف أما بالنسبة لبيتك 12 فبدك تظلك حذر لأنه أورانوس شوي بيجيب مفاجآت والمفاجآتها دائما بتيجي على مستوى العمل أو على مستوى الصحة وطبعا العمل بتعلق فيك أو في غيرك والصحة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة أو أحد المقربين لإلك فعشان هيك بدك تهتم بكل التفاصيل مهما كانت على مستوى العمل والصحة وتراقبها بشكل جيد وإن حدث أي شيء مفاجئ بدك تراجع طبيبك أو تهتم بالمسألة هاي بطريقة عقلانية برج السرطان طبعا اللي رح يصير خلال هذا النهار أنه أنت رح تشعر بطاقة أكثر وأكثر كل ما اقتربنا لساعات الصباح رح تحس بنوع من أنواع الارتياح والقدرة على إنجاز كثير من الأمور خلال هذا النهار في بعض الاهتمامات رح تكون لبعض المسائل الشخصية أو النفسية بشكل واضح ورح تنشط بشكل كبير خلال هذا اليوم بأكثر من مسعى أو أكثر من اتجاه أما بالنسبة للبيت الثاني بتتجنب شراء أي حاجية ثمينة أو شيء له علاقة بالمشتريات أو الالتزمات يعني شوي الأجواء بتطلب منكم مراقبة الوضع المالي بشكل كبير وبرضو الاهتمام ببعض المسائل المالية الطارئة اللي ممكن تظهر على الساحة من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت الثالث وهذا الإشي رح يدعم من جرائتكم حركتكم قدرتكم على الإقناع وبرضو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالتناقلات والاتصالات أهم إشي تكونوا أكثر وعي على الطرقات أثناء تحركاتكم الأجواء فيها أشياء إيجابية بتساعدكم تدعمكم برضو عنكم قدرة عالية جدا على الحوار بس اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى البيت فتحدث بعض الأشياء الإيجابية أو تلاقي أو حوار ممكن تنشطوا ببعض المسائل البيتية أو العائلية أو تظهر بعض المسائل اللي شوي تتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام ممكن تكون هاي المسائل لها علاقة بترتيب أو بتصليح أو بعقار معين أو إشي له علاقة ببعض المشتريات أو الاهتمامات العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكل ما اقتربنا لساعات الصباح بتكون الأجواء إيجابية وبتدعم من وضعكم ومن علاقاتكم وبتقارب ما بينك وبين الأحبة فممكن اليوم تنشط بلقاء الأحبة أو الحوار معهم أو مع حبيب مثلا اتحاوروا أو اتناقشوا أو تهتم ببعض المسائل اللي تكون تجمع ما بينك وبينه بشكل إيجابي وممكن تهتم ببعض المسائل التجميلية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء مع ساعات الصباح ببلش فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل أهم شيء أنكم ما تهملوا عملكم ركزوا بكل إنجازاتكم بكل أعمالكم عشان الأجواء ما يصير فيها أي خربطة ممكن تتسجل عليكم يعني ممكن يكون في عمل شوي يكون بده اهتمام زيادة أو يكون بده تفاصيل زيادة أو تدقيق زيادة أما بالنسبة للوضع الصحي فممكن تظهر بعض الأشياء السطحية أو الخفيفة جدا على المستوى الصحي أو تقلبات تطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أما بالنسبة للبيت السابع فما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية أو الضغط على مستوى بيت الشراكة بيت الشراكة المالي والعاطفي أو بطريقة التعامل ما بينك وبين شركائك أو زملائك أو ما بين الأزواج فهذا الإشي شوي بسبب نوع من أنواع التوتر ومن يعني بننصح أنه بالفترة هاي إذا كان في قضية قضائية اهتم فيها بشكل كبير يعني ما تهملها وما تتجاهلها عشان ما تصير الأمور ضدك أو تنحسب ضدك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا ممكن تظهر مع ساعات الصباح بعض الاهتمامات على المستوى المالي المشترك أمور العلاقة بضريبة أو قرض أو مساعدة أو أموال بتحاول تستردها حاول أنك أنت تحافظ على دفعاتك حاول أنك تحافظ على القيم اللي أنت ملتزم فيها من التزامات أو ديون أو سداد قروض وحاول أنك برضو شوي تدير بالك على أموالك من الصرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات ولكن اليوم ممكن يصير فيه نقاش ما بينك وبين شخص مقيم خارج البلاد أو أجنبي ممكن تحتد في بعض الكلمات أو تتوتر أو تنزعج من تصرف ما يعني بمعنى آخر الموضوع بده طولة روح وبده اهتمام عالي إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو ما زال ضاغط فعشان هيك منقول لك دير بالك أنك تشوه سمعتك أو تدخل بأشياء مشبوهة أو تخالف القوانين بالفترة هاي حاول أنك تلتزم بأشياء تدافع فيها عن سمعتك أو تعززها بشكل جيد وفي نفس اللحظة يكون لك بعض الاهتمامات أو تهتم بشكل مباشر على مستوى العمل زملائك رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو بيحدث بعض المفاجآت على مستوى العلاقات والأصدقاء فممكن يكون في لقاء مثلا أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صديق بشكل مفاجئ أو اتصال من صديقي فجأك خلال فترة هاي وبرضه ممكن يكون في نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين أحد المعارف أو أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فما في أي خوف الأجواء تقريبا إيجابية بتدعم من علاقاتك من معرفتك قدرة على إنجاز الأعمال وقدرة على الاهتمام بالوضع الصحي بشكل إيجابي أهم شيء أنه ممكن اليوم تقلق بشأن صحة بتتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الأسد طبعا أنتوا اليوم مشحونون بطاقة عالية جدا وعندكوا قدرات عالية جدا رغبة بالتحرك بشكل كبير وضع الشمس صار إيجابي عطارد برضو إيجابي القمر برضو موجود عندكم لغاية ساعات الصباح برضو إيجابي يعني نفسيا مرتاح في عندك ثقة بالنفس حاسس أنه فيه أشياء إيجابية قاعدة بتتحرك حواليك عندك رغبة للانطلاق يعني فيه راحة فيه اهتمام عالي رح يكون على المستوى الشخصي والنفسي اليوم بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا من ساعات الصباح يعني بدكوا ممكن تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أو أمور إلها علاقة بالوضع المالي أهم إشي أنكوا تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم مشحونة بطاقة أنكوا تتحركوا تتصلوا تتواصلوا اتعوضوا الركود اللي كان في الأيام الماضية ممكن تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بحوار أو نقاش أو إقناع بمسألة معينة برضو عندكوا قدرة على توصيل المعلومة ممكن اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة شوي بده يركز ما يعتمد على الحظ كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت فممكن تحققوا بعض الإنجازات المنزلية أو الاهتمامات البيتية بشكل جيد أو تهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالبيت أو بالعائلة أو بترتيب مسألة معينة ترميم تصليحات مشتريات بيتية أو مصاريف طريقة تظهر على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية لغاية ساعات الصباح ممكن تنشطوا بأمور عاطفية أو يصير عندك رغبة للتراق مع الأحبة أو الحوار معهم أو ممكن أمر إلو علاقة بأمور التجميل أو الاهتمام الشخصي أو النفسي في وضعكم العام أهم شيء أنك تحاول قدر الإمكان أنك تستفيد من هذه الطاقة الموجودة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يظهر بعض المشاحنة أو الحساسية أو التوتر من مسألة بتتعلق بأحد الأحبة أو تنزعج من تصرف حبيب أو عزيز عليك أو أحد الأبناء فشوي بدك تضبط أعصابك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى العمل فعشان هيك سهل جدا يتراكم عندك عمل أو تعمل وإنت ما إلك نفس تكمل العمل اللي بين إيديك أهم إيش أنك ما تخلي الأعمال هاي تتراكم وبرضو ما يصير أخطاء في مكان العمل أو في العمل اللي بين إيديك وبرضو على المستوى الصحي بدك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد من بعض التقلبات اللي ممكن تصير بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة ما فيها أي مشاكل بالعكس أنتوا بتتعاملوا على طبيعتكم يعني بحسب العلاقة اللي بتجمع ما بينك وبين الزوج أو الزوج أو شريك المال بتتعاملوا اليوم بدون أي تأثيرات إلها علاقة بالفلك لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثامن اليوم ممكن يعني يظل القلق مسيطر على مستوى مسألة إلها علاقة بالوضع المالي المشترك إما أموال الشريك أو ديون أو قروض أو خوف من المستقبل أو شوي التباسات مالية ممكن تظهر على الساحة أو تحس بتوتر لوضع مالي معين حاول إن قدر الإمكان تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وابتعد عن القروض بالفترة هاي لحد يتما ترتب وضعك بشكل جيد وبرضو دير بالك على أموالك من السرقة أو الضياء أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ما زال فيها نوع من أنواع الضغط ما زال فيه نوع من أنواع الاستياء من مسألة بتتعلق بشخص خارج البلاد أو حوار أو نقاش مع شخص خارج البلاد أو أجنبي أو موضوع إلو علاقة بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء إلها علاقة بمؤسسة تعليمية أو انتحان مثلا أو دراسة موضوع معين وشوي عندك تشتت فكري أو ذهني مش قادر تركز بشكل كبير أثناء الدراسة أو أثناء التحضير أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا بتجيب بعض المفاجآت على مستوى السمعة فحاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان ابعد عن المغامرات والمجازفات ومخالفة القوانين بدك تركز بشكل جيد الفترة هاي أو خلي علاقتك برضو ما بينك وبين زملائك ورؤساك بالعمل جيدة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا بتحمل بعض اللقاءات ممكن تيجي بشكل مفاجئ أو ترتيب معين ممكن تواصل ما بينك وبين أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو اتصال من صديق ممكن يفاجأك أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة يعني بتخفف وجود الزهرة بتخفف الضغط عليك شوي بتخليك تنجز بعض الأعمال وبرضو عندك قدرة على الاهتمام على الوضع الصحي أو إذا صار أي شيء صحي بكون عابر وفي مجال لعلاجه أو مراقبته أو متابعته ممكن تظهر بعض المسائل اللي بتتعلق بصحة أحد الأحبة أو خبر عن حبيب أو عزيز عليك شوي يكون مزعج صحيا برج العذراء طبعا كل الضغط اللي بتحسوا فيه كل هالمشاحنات اللي بتحسوا فيها كل هالاكتئاب والضغط اللي كان في الأيام الماضية يعني اليوم تقريبا مع ساعة الصباح يعني الأجواء بتصير إيجابية بتمتلقوا بنوع من أنواع النشاط والحيوية تقلب بعض الخيارات والتوجهات للاتجاه اللي بناسبك وبناسب وضعك بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا فيها لسه ما زالت تحمل نوع من أنواع التوتر على المستوى المالي أو الضغط المالي أو المتطلبات المالية أو قلق من مسألة مالية أهم شيء أنك تحافظ على أموالك من السرقة أو الضياع أو المصريف لزيادة خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا دعم لإلك على مستوى التنقلات والحوارات وخصوصا من ساعات الصباح عند قدرة على الإقناع على التنقل على توصيل المعلومة برضو تقدر تروج لعمل معين وتقدر أنك تقنع أي شخص بوجهة نظرك الأجواء صارت إيجابية ودعمة بقوة أما بالنسبة للبيت الرابع ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مستوى البيت أو على مستوى عقار أو على مستوى مستجدات منزلية أو عائلية ممكن خلاف أو نقاش أو حوار أو عطل معين مثلا أو مشكلة بتلفت انتباهك بالفترة هاي بتطلب منك نوع من أنواع الانتباه بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها بعض الإيجابية اللي إلها علاقة بالوضع العاطفي فممكن أنك تهتم بمسألة إلها علاقة بالحبيب أو تتواصل مع حبيب أو مصالحة معينة ولكن حاول قدر الإمكان أنك تضبط عصابك لا لا بدناش نحكي تضبط عصابك لأنه في متابعة قالت أنه دايما تحكي عصبي عصبي ما تضبطش عصابك إذا صارت أي نقاش ما بينك وبين الحبيب عادي يولع فيه اليوم ما تضبطش عصابك أنت مش عصبي أنت مزاجك رائق جدا بدناش نحكي أنك عصبي ولا متوتر ولا أنه سهل جدا أنك أنت تسوي جريمي فالأجواء بدنا نكذب عشان خاطرها عشان ما تنزعجش من كلمة عصبي يمكن كلمة عصبي هي بتعصبها فعشان هيك الأجواء بدها شوية نظرة وتركيز بدون انفعال أما بالنسبة للبيت السادس تقريبا الأجواء فيها أشياء لها علاقة بالعمل بتظهر على الساحة خلال هذا اليوم أو عمل معين بتطلب اهتمام أو تركيز عالي لا إنجازه أو لا الاهتمام فيه وممكن تهتم بوضع صحي معين أو مراقب صحية أو معالج صحي لمسألة ما أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء إجمالا يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم ما بينكم وبين الشركاء خلال هذا اليوم ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك على حسب طبيعتكم على حسب العلاقة اللي ما بينكم تتعاملوا ما بينكم وبين بعض أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تقدر تقول يعني ممكن تجيب بعض الأشياء المفاجئة على المستوى الأموال المشتركة ممكن مطالبات ممكن فوضى على المستوى المالي ممكن تفكير في مشروع معين أو استثمار معين في الوضع المالي حاول تكون حذر وراقب الوضع المالي بشكل جيد ما تلتزم بأشياء أنت ما عندك قدرة للسداد فيها يعني على حسب قدراتك تصرف يعني ما في داعي للمغامرات أو للمجازفات وبرضو حاول أنك تدير بالك على أموالك من السرقة أو الضياع أو من المحتالين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتجيب أشياء مفاجئة إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مسائل إلها علاقة بالمؤسسات التعليمية أهم إشي اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد ويستعد واللي عنده تنقلات على الشوارع المفتوحة برضو بده يفتح عيونه مظبوط ومايسها عساس أنه لا سمح الله ما يصيرش معه يعني حادث أو عطل بالسيارة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا إيجابية على مستوى بيت السمعة بتقدر تدافع وتعزز سمعتك بشكل جيد وتطور من علاقتك ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي ممكن يكونوا واسطة أو يكون لك مصلحة معاهم بالفترة القادمة وبرضو مع زملائك ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني ممكن اليوم تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة باللقاءات أو بالتواصل ما بينك وبين الأصدقاء أو ممكن يكون بعض الاهتمام بمسائل إلها علاقة باجتماع مثلا أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء معين أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء ما زالت لآخر أيام يعني تقريبا بلشت الكواكب الآن تقترب منك بشكل أكبر بتحس الوضع بلش يتحسن على المستوى بيت المتاعب شيئا فشيئا يعني ما زالت الأجواء فيها توتر على المستوى العمل عمستوى الصحة عمستوى تعطيلات بسيطة ولكن مع الأيام اللي جاية يعني العطارد رح يوصل عندك بعدين الشمس رح توصل عندك والقمر الآن هيبدو ينتقل عندك يعني الأجواء رح يصير فيها نوع من أنواع الإيجابية أهم شيء أنك تهتم بعملك تهتم بصحتك وبصحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بالنسبة لبرج الميزان معروف أن القمر الآن رح يدخل على بيت المتاعب زي ما حذرنا بالأيام الماضي فعشان هيك اليوم شوي المزاج من ساعات الصباح بتغير يعني بتلاقي أنه فيه شوية ضغط نفسي فيه شوية ارتباك عندك ما عندك قدرة لإنجاز كثير من الأمور وبرضو ممكن تتعطل بعض المسائل وما تمشي الأمور مثل ما بدك أنت أو بالشكل اللي أنت بدك هيه فعشان هيك بدك تتوقع اليوم أنه يكون فيه بعض الإشكاليات أو بعض الأمور اللي ما تكون ماشي معك مثل ما بدك وبرضو نفسيا أنت مش رح تكون مرتاح أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على مستوى البيت الثاني ممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بوضع مالي أو بتعديل وضع مالي معين أو اهتمام بمسألة مالية معينة الأهم أنك أنت تركز بشكل جيد تبتعد عن المصاريف الزائدة وبرضو تحافظ على أموالك من السرقة أو ضيع أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم رح تنشطوا بالحركة والاتصالات رح يكون عندكو أكثر من نشاط خلال هذا اليوم ولكن أنا بدعوكو لعدم التسرع عدم اتخاذ قرارات جديدة وبرضو ما تحاولوا أنكو تبدأوا بشيء جديد بالفترة لأنه القمر موجود بيخلو ببيت المتاعب وضاغط عليكم بشكل سلبي فعشان هيك يعني ممكن أنه يعني يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة أو العصبية أو الحدية بالطباع شوية تلاقي الناس اللي حواليك مش قادرين يفهموك أو يستوعبوك بمعنى آخر اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بدي يستعد بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة أثناء تنقلاتكم بالسيارة على الطرقات بدكو تنتبهوا بشكل جيد فيه منكو رح يكون له تعامل ما بينه ما بين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا هنا منيجي منشوف أنه الجدي واللي إلو علاقة أساسا بثلاث كواكب حساسة وبتشكل زوايا سلبية برضو تعمل بيت تربيع إلك فعشان هيك حتى على مستوى البيت رح تلاقي الأجواء مشحونة فيه نوع من أنواع التوتر أو فيه نوع من أنواع الاضطراب الجو عصبي فيش حد متحمل الثاني برضو ردات الفعل السلبية ممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالبيت أو بعض الاهتمامات اللي شوي تطلب منك اهتمام خاص فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وفي نفس اللحظة حاول أنك تريح حالك وتبتعد عن المشاحنات قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على مستوى البيت الخامس تقريبا روتينية يعني بتتعامل ما بينك وبين الأحبة بشكل روتيني ممكن يكون لك اهتمام خاص بأحد الأبناء أو أحد الوالدين خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ممكن تعطيك نوع من أنواع الاهتمام على عمل جديد أو مسألة بتكون هيك شوي محيريتك إلها علاقة بالعمل أو اهتمام بمسألة إلها علاقة بالعمل تطلب منك تركيز أكبر وبرضو بدك تنتبه لوضع صحتك بما أن القمر في بيت المتاعب يعني شوي أنه الأمور بتطلب أنك تراقب صحتك وراحتك وغذائك وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحيي برضو المريخ والمريخ موجود بالحمل صحيح برج حليف لا إلك وهو بيت الشراكة ولكن بشكل بعض الزوايا اللي فيها نوع من أنواع الحدية فعشان هيك بتلاقي فيه مشاكل أو فيه اختلاف وجهات النظر أو ما فيه قدرة تفاهم عالية ما بينك وبين الشريك أو اختلاف وجهات النظر أو ممكن أنت يعني حساس شوي بتكون بسبب أنه أنت بتحاول تحكي أو تلمح للشريك بشيء معين ولكن هو مش فاهم عليك فهذا الإشي شوي بخلي فيه مسافة وبخلي فيه نوع من أنواع التقلم بالمزاج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتحدث بعض المفاجآت على مستوى بيت الأموال المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك أو الأموال اللي موجودة مع غيرك أو أموال الشريك يعني الزوج أو الزوجة وبرضو أمور العلاقة بالبنوك والضريبة والتأمين والأشياء هاي ممكن تحدث بعض الأشياء اللي تلفت نظرك أو إنها شوي تكون تطلب جهد منك أهم شي إنك تحاول تبعد عن النصابين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني اتصالاتك الخارجية مع الأجانب مع أشخاص خارج البلاد كلها روتينية ممكن تنشغلوا بمسائل علمية أو مسألة إلها علاقة بالدراسة أهم إشي إنك إذا كان عندك امتحان إنك تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد ما فيه أي مشاكل على مستوى العمل علاقتك جيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل بالنسبة لبيتك 11 طبعا بظل النشاط أو نشاطك الاجتماعي شغال بشكل قوي جدا ما بينك وبين الأصدقاء حتى ساعات الصباح وزي ما حكينا من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم ما توقع على عقد وما تحسم أمر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحب برج العقرب طبعا بالنسبة للبيت الأول الأجواء يعني تقريبا بنقدر نحكي إنه هي ضاغطة لغاية ساعات الصباح بنفس الضغط اللي أنتوا حاسين فيه أو بالأجواء اللي أنتوا حاسين فيها بساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية أكثر ممكن تعوض عليكم شوي من بعض التعطيلات أو الأمور اللي كانت مربكة بالفترة الماضية أو تعطيك نوع من أنواع الاهتمام بمسائل معينة أو تقدر تنجز بعض الأمور عندك نشاط عالي خلال هذا النهار وعندك رغبة للاختلاط بالمجتمع أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على الوضع المالي مع ساعات الصباح ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات أو أعباء مالية فعشان هيك حاول أنك تبدأ عن المصاريف قدر الإمكان وحاول أنك تخلي فيه تواصل جيد ما بينك وبين يعني الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم ماليا أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ما زالت مشحونة وضاغطة وسلبية فعشان هيك يعني بتيجي شغلات مفاجئة إلها علاقة بتوتر عصبي أو انفعال من وقت لآخر يعني مش بالشكل الكبير اليوم يعني الأجواء شوي بتساعدك أو بتدعمك بتخفف من الضغوط هاي ولكن فيه توتر عصبي أو قلق من مسألة معينة اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وانتبه أثناء قيادتك للسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي أنها روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتنجز أعمالك بشكل روتيني اللي أنت معتاد عليه ممكن تظهر بعض الأشياء الملفتة للنظر إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بأفراد العائلة أو أشياء ممكن تكون هيك تلفت الأنظار أو تعطيك نوع من أنواع الاهتمام لزيادة ممكن تظهر بعض الأعطال أو أمور إلها علاقة بتصليحات أو ترميمات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا أخف من ضغوطات الفترة الماضية يعني بتخف الأمور شوي بتعطيك نوع من أنواع الإيجابية وقدرة على التواصل مع الحبيب أو الرغبة بالتواصل مع الحبيب بالفترة هاي شوي الأمور يعني الأجواء تقريبا خفت حديتها ولكن بتحمل نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التوتر أو الضغط فعشان هيك بدك يتراقب عملك بشكل جيد ممكن تتراكم بعض الأعمال أو تهتم ببعض المسائل العملية خلال هذا اليوم أو مشكلة ممكن تظهر على الساحة أو ملف معين يكون معقد وبتطلب منك كثير شغل أما بالنسبة للبيت الصحة فبرضو على الصحة بدك تهتم بصحتك من بعض التقلبات أو ظهور بعض الأشياء المفاجئة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة ممكن تحدث أي شيء بشكل مفاجئ فبتحدث فرقات تحدث نقاشات تحدث خلافات سوء تفاهم حدية بالطبع بشكل مفاجئ بدون سابق انذار بدك تكونوا حذرين لأنه أورانوس بجيب أشياء إلها علاقة بالمفاجئات وسلبية برضو أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني بتهتم فيها بشكل روتيني أو بتتعامل معها بشكل روتيني بتحل مشاكلك المالية أو الضغوطات المالية كما أنت معتاد ممكن تظهر بعض المسائل اللي تطلب منك بعض الاهتمام زي مسائل الهلاقة ببنك أو الهلاقة بسداد بعض الديون أو مساعدة أو طلب دعم معين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو الامتحانات أو أمور إلها علاقة برضو بالتنقلات أو الأوراق العلمية أهم شيء إذا كان عندك امتحانة أو مقابلة ما تعتمد كثير على الحظوظ حاول أنك أنت تدرس وتستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر طبعا من الآن بظل فيه يعني بدكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من ساعات الصباحة بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة أو لقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تتلقى اتصال من أحد الأصدقاء بشكل مفاجئ أو ترتيب مفاجئ للقاء أو لخروج مع بعض أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فالأجواء ما فيها أي مشاكل الأجواء ما زالت إيجابية ولكن منقول لك أنه إذا في عندك أي عمل أو شيء غالفترة هاي حاول تنجزه بالأيام هاي يعني قبل ما يصل القمر لبرج الميزان لأنه بس يوصل لبرج الميزان يعني بيت متاعبك فعشان هيك استغل الوقت وإنجز كل أعمالك وما تخلي شيء يتراكم عندك وكل شيء مهم حاول تعمله خلال اليومين هدول بكون أفضل من أنه لما يوصل القمر للميزان لأنه رح يسبب لك بعض الأعطال أو رح يأخر بعض الأشياء المهمة اللي أنت عازم عليها برج القوس طبعا النشاط اللي أنتو بتحسوا فيه أو هاي الإيجابية اللي كنتو حاسين فيها باليومين الماضي صحيح ما كانت قوية أو أثارها ما كانت قوية كثير على كل موليد برج القوس ولكن إنه برضو كانت يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية ورح تستمر هاي الإيجابية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح شوي بتلاقي المزاج اختلف عندك أو صار فيه نوع من أنواع القلق أو التوتر ممكن تنضغط شوي نفسيا أو يكون فيه عندك هبات أو موجات للتسرع حاول قدر الإمكان أنك تضبط أعصابك ما في داعي لا للإنفعال ولا للتهور بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا مع ساعات الصباح ممكن تظهر بعض اهتمامات مالية أو ترتب وضع مالي معين ممكن تحقق بعض المكاسب أو ممكن تجيك المكاسب هاي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة ولكن بدك تنتبه من البذخ لزيادة أو المصاريف لزيادة اللي ممكن تظهر بأي لحظة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وناشطة لغاية ساعات الصباح كما أنه بكون عندك نوع من أنواع الاتصالات النشطة أو الاهتمامات بالتنقلات أو بدراسة موضوع أو اطلاع على مواضيع معينة أو علاقة جيدة بتكون ما بينك وبين أخ أو جار ولكن من ساعات الصباح بتنعكس الأجواء بيصير عندك نوع من أنواع السلبية أو المزاجية أو الحدية بالطباع وبرضو بتكون منفعل زيادة عن اللزوم فعشان هيك ما تتهور وما تتخذ قرارات سلبية خلال هذا النهار وإحذر أثناء تنقلاتك وبرضو أثناء حواراتك أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها إيجابية على مستوى تعاملك مع أفراد العائلة بالعكس يعني اليوم ممكن الأجواء تخليك إنك تضلك في البيت شوي أو ترغب للمقوث في البيت شوي ممكن يصير لك نوع من أنواع التعامل مع أفراد العائلة أو شخصية مثلا بتيجي زيارة عندك على البيت أو ممكن تظهر بعض الأعطال والاهتمامات والأشغال المنزلية اللي شوي تكون مربكة اضبط عصابة قدر الإمكان لأنه ما في داعي لأي تهور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا يعني ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي فعشان هيك من ساعات الصباح بزيد الضغط شوي وبتزيد الحدية شوي والحساسية تاعتك بتزيد شوي فعشان هيك بدك تنتبه الفترة هاي من أي توتر أو أي مشاحنة أو أي عصبية ممكن تكون ما بينك وبين الحبيب يعني بدك تحذر من النقاشات والخلافات وسوء التفاهم أما بالنسبة للبيت السادس طبعا أورانوس اللي بيجيب دائما المفاجآت واللي هو بتراجع أساسا في بيت العلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بدك تتهيأ لظهور أي عمل بشكل مفاجئ أو لأي توتر في مكان العمل أو لأي مشاحنة ما بينك وبين أحد أفراد مثلا الأشخاص اللي بيعملوا معاك أو زبائن عندك وبرضو بدك تنتبه للتقلبات الصحية اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء الروتينية بتتعاملوا على طبيعتكم مع الشريك أو مع الزوج وفي ساعات الصباح ممكن شوي نحذرك من بعض الشد العصبي أو التوتر في بعض النقاط أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اليوم فممكن تنجز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تحل مسألة إلها علاقة بالأموال أو تهتم بمسألة إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك وأنت مداينها لأشخاص أو يجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات الصباح فاللي بده يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وبرضو حاول تضبط عصابك وممكن يجيك خبر اليوم مزعج أو تهتم باتصال خارجي أما من ساعات الصباح طبعا القمر بصير في بيتك العاشر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شي إن كنت تتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء تقريبا الأجواء جيدة فممكن اليوم تنشط بأشياء إلها علاقة بالأصدقاء أو لقاء أصدقاء أو ممكن تنشط بزيارة معينة أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي ما بينك وبين صديق أو تواصل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء متقلبة عشان هيك منقول لك دير بالك احذر قصوصا من مسألة إلها علاقة بالعمل وبرضو مسألة إلها علاقة بالتوتر الصحي أو التقلبات الصحية فعشان هيك إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك وبالنسبة للعمل حاول تنجز أعمالك ما تخليها تتراكم وابتعد عن المشاحنات والخلافات ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل برج الجدي طبعا الضغط اللي انتوا حسيتوا فيه باليومين الماضيات اليوم تقريبا مع ساعات الصباح بتختلف الأجواء بصير فيها نوع من أنواع الإيجابية يعني تدعمكم بشكل جيد نفسيتكم تتحسن بشكل أكبر ممكن تنجزوا بعض الأمور بشكل جيد وبرضو اليوم بكون عندكم رغبة عالية جدا لدى التنقلات والاتصالات والحوارات أما بالنسبة للبيت الثاني فمع ساعات الصباح شوي بتظهر بعض المسائل المالية يمكن تكون مطالبة أو عباب مالي معين أو مصاريف إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بالصحة ممكن تظهر مصاريف بشكل مفاجئ لأمور إلها علاقة بالعطال وإهتم لأموالك من السرقة أو الضياع خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتظلها ضاغطة أو عصبية أو متوترة لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية وبتدعمك بقوة وبرضو بتساعدك على إنجاز وتحقيق كثير من الأشياء خلال هذا النهار عندك قدرة على الإقناع عالية وسرعة بديها عالية برضو الممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار أو حوارة بمسألة معينة اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة صحيح لأجواء إيجابية ولكن احتياطا استعد ودائما وكون مهيئ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء ما زالت على مستوى البيت فيها بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات ممكن منزعج من مسألة عائلية أو من شخص من أفراد العائلة فممكن اليوم ينفتح الموضوع أو تتناقش في الموضوع أو شوي يصير في حدية بالطباع أثناء النقاش في هذا الموضوع فعشان هيك شوي بدك تضبط عصابك قدر الإمكان وممكن تظهر بعض الأعطال أو بعض الأعباء المنزلية أو الأشياء اللي تتطلب منك اهتمام زيادة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها مفاجأة اليوم على المستوى العاطفي إما إيجابية أو سلبية فعشانك بدك تكون مهيئ وتضبط عصابك من سوء تفاهم ما تتدخل بشؤون الحبيب ما تحاول تفرض رأيك ما تحاول تتحكم بأشياء بتتعلق بالأحبة خلال هذا النهار وأي سوء تفاهم ممكن يفاقم المشكلة وسوم مشكلة تكون مش سهل حلها أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل يعني بتنجز أعمالك بشكل روتيني ممكن يكون لك اهتمام بعمل جديد أو ملف جديد أو مسألة بتطلب منك اهتمام زيادة خلال هذا النهار ولكن على المستوى الصحي حاول تراقب صحتك ما تغامر وما تجازف إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي حاول أنك تراجع طبيبك أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الشد العصبي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيط ما إن بالك ممكن يصير فيه نوع من أنواع الاندماج ما بينك وبين الشريك أو ممكن تتلاقوا على مسألة معينة أو حوار معين أو تحلوا شغلة معينة تتفقوا عليها خلال هذا اليوم أهم شيء أنك تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية قدر الإمكان وما في داعي لأي نقاش أو حوار نهائيا الأجواء جيدة حاولوا أنك تستغلوها للتقارب للتصالح للتفاهم للمرافقة أو قروجة أو اتفاق على شيء معين أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا زي ما هي لأنه صار للك يومين القمر موجود في البيت الثامن بتهتموا في أمور إلها علاقة بحساباتكم المالية أو تفحص حساب معين أو جدولي أو إعادة حساب أشياء أهم شيء أنك تحذروا من أي خطوة مالية خلال هذا النهار من ساعات الصباح طبعا القمر رح ينتقل للبيت التاسع فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو إذا كان عندكم امتحان أو مقابل اليوم بتكونوا تستعدوا بشكل جيد الأجواء إيجابية وبتقارب ما بينكم بين أشخاص اللي هم علاقة في المؤسسات التعليمية أو في أمور إلها علاقة بالشركات الكبيرة أو الشركات الدولية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا منقدر نحكي أنه فيها شوي الضغط مع ساعات الصباح فحاول قدر الإمكان أنك ما تجازف وما تغامر بسمعتك حاول ما تتصرف أي تصرف ممكن يتسجل عليك من وراء علامة استفهام حاول قدر الإمكان ما تدخل بأي خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وبرضو في نفس اللحظة اهتم بعملك أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط بلقاء اجتماعي أو لقاء أحد الأصدقاء أو تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد المعارف ممكن تتفاجأ من اتصال أو معلومة أما بالنسبة لبيتك 12 فبيتك 12 جيد خلال هذا النهار في بعض المسائل ولكن برضو منقولك دير بالك يعني حاول أنك تنجز عمالك ما تهمل عملك وبرضو اهتم بصحتك من بعض التقلبات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك الفترة هي بتحمل نوع من أنواع القلق على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للقمر معروف أنه هو مقابلكم لغاية ساعات الصباح فعشان هيك شوي الأجواء بتكون متوترة أو فيه نوع من أنواع الضغط أو مشحون شوي بطاقة سلبية مع ساعات الصباح الأجواء بتتحسن شوي بتشعر بنوع من أنواع الطاقة أو نشاط معين أو اهتمام معين خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا اليوم مع ساعات الصباح رح تتجه باتجاه الوضع المالي فممكن يتحقق بعض المكاسب المالية خلال هذا النهار من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو دعم معين أو حقوق لا إلك بتحاول تستردها حاول إنك بس تقلل من مصاريفك ومن التزاماتك وترتب وضعك المالي على حسب ما بناسبك الوضع مش أكثر عشان البذخ في الفترة هاي بكون سلبي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع العصبية والحدية ما زالت الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر مع ساعات الصباح كمان لسا الأجواء ممكن تزيد شوي عشان هيك بدك تضبط عصابك قدر الإمكان أثناء تعاملك مع الغير خصوصا أثناء تعاملك مع أخ أو جار إذا كان عندك امتحان ما تتسرع بالإجابة إذا كان عندك تنقلات انتبه أثناء القيادة شوي بدك تركز خلال اليوم هذا بشكل كبير عما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا على مستوى البيت فيها نوع من أنواع المفاجآت المفاجآت هاي اليوم ما منقدر نحذر عليها إيجابية ولا سلبية ولكن الأغلب بسلبية أورانوس الموجودة أعتقد أنه هي مشاحنات فجائية أو ردات فعل فجائية أو مسائل عائلية فجائية يعني حاول أنك تكون منتبه وحاول ما تصاعد الأمور أو تهمل الأمور فتكبر الأمور عليك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء اليوم أحسن شوي لكن مع ساعات الصباح بدك تنتبه أنه ممكن سوء تفاهم أو حساسية أو تهتم بمشكلة بوقع فيها أحد الأحبة أو مثلا يعني إشي صحي إشي مهني إشي زي هيك حاول قدر الإمكان أنك ما تتوتر كثير ركز بشكل جيد تجد الحلول أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل بالعكس اليوم رح تنجز بعض الأعمال المهمة أو يقول لك إهتمامات بالعمل بشكل أكبر وفيه فرص أكبر لأشياء لها علاقة بالعمل ممكن ملف أو قضية أو تعالج مشكلة في مكان العمل تقدر تعالجها خلال هذا اليوم على المستوى الصحي تقريبا منقدر نحكي أنه ما فيها الضغط لكثير إلا من تواجد الشمس وعطارد مقابلك في البيت السابع فعشان إيكي لما نحكي عن البيت السابع رح نحكي عنها ولكن ممكن تحمل لك الفترة هاي نوع من أنواع القلق على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء طبعا زي ما حكينا أنه القمر موجود مقابلك تماما لغاية ساعات الصباح فبيتردكز إهتمامكم حول موضوع الشراكة أو ما بينك وشركاء المال وشركاء العاطفي لغاية ساعات الصباح أهميش أنكم ما تلتزموا بشيء اتجاه الطرف الآخر وما تقدروا تنفذوه وبرضو حافظ على طاقتك لغاية ما يجي ساعات الصباح بتلاقي حالك انشحنت بشوي الطاقة بتكون إيجابية لا إلك أما من ساعات يعني ممكن من ساعات الصباح تفكروا في إعادة تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنكم تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بأمور ثانوية فممكن برضو اليوم يكون فيه نوع من أنواع المصاريف إلها علاقة في البيت أو إلها علاقة بمصاريف استشفائية مثلاً أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم يعني ما عندك هالرغبة الكثيرة أو أغلب موليد برج الدلو ما عندهم الرغبة الكثيرة بالاتصالات البعيدة يعني ممكن مجاملات اتصالات عادية حوارات عادية بس ما فيها الرغبة بالاتصال بأشخاص خارج البلاد ممكن اللي عملهم بتطلب منهم التواصل زي مراسلات وأشياء زي هيك بشكل روتيني رح يتعاملوا فيها ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت السمعة بالعكس بتساعدك لتعزيز أشياء لها علاقة بسمعتك أو بمجال العمل أو بعملك أو بعلاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهنا من قلك بدك تدير بالك يعني اليوم ممكن تزعل أو تذير أو توقض على بالك من أحد الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء طبعاً الخلاف مع صديق غير الخلاف غير الاتفاق مع صديق بدك تقابله أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء هنا بدك تنتبه بشكل كبير لأنه خصوصاً موليد العشرية الثالثة من الدلو هدول أكثر أشخاص وأول موليد برج الدلو هدول أكثر أشخاص بدهم ينتبهوا على التقلبات الصحية والأمور اللي إلها تراكمات بالعمل ومشاكل بالعمل مرج الحوت طبعاً الضغط اللي بتحسوا فيه على أنه تعطلت بعض المسائل أو تراكمت عنك بعض الأمور أو صار مشاحنات في بعض الأمور وخصوصاً على مجال العمل أو الأعمال اللي قصرتوا فيها أو حاولتوا أنكوا تجدولوها له يوم ثاني إهمالكوا في بعض المسائل هاي أو الخلافات اللي صارت ما بينكوا أو النقاشات الحادة ما بينكوا بين الزملاء تقريباً مع ساعات الصباح بتبلش الأجواء أحسن فممكن تتصالحوا ممكن تهتموا ببعض المسائل بشكل إيجابي وممكن برضو تعمل نوع من أنواع الإيجابية اللي تساعدك اليوم على الانطلاق في بعض الأشياء لأنه القمر الشوي رح يساعدك في بعض النقاط ولكن بدك تنتبه أنه طاقتك مش كاملة يعني فيه شوي الضغط عليك رح يكون بالفترة هاي فبدك تكون حذر وتراقب وضعك الصحي بشكل جيد عما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريباً اليوم رح تظهر بعض المصاريف أو الدفعات أو الالتزامات برضو بدك تنتبه من البذخ وصرف لفلوس بدون تفكير وبدك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي اللي ممكن تظهر بشكل طارئ ابعد عن النصابين وابعد عن المحتالين قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم الأجواء تقريباً بكون فيها نوع من أنواع النشاط والاتصالات والحوارات ولكن ممكن يجيك اتصال بشكل مفاجئ هيك يوترك أو يعصبك ممكن اليوم تخضع لامتحان بشكل مفاجئ أو ياتصال بشكل مفاجئ أو خبر يفاجئك أو تعصب تعصيبة كبيرة بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تنتبه من المفاجئات هاي اللي أنا حكيتها لأنه ممكن أي واحد منهم تتصير معك أما بالنسبة للبيت الرابع فهنا من قلك الأجواء تقريباً جيدة على مستوى البيت لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح ممكن تظهر مسائل لها علاقة بوضع عائلي أو لقاء أو اجتماع عائلي أو مشكلة بإطار العائلة شوي بتلفت انتباهك أو خلاف معين بتلفت انتباهك وبتطلب حضورك أو مشاركتك يعني حاول تضبط أعصابك وحاول أنك تكون حمامة السلام مش حوت السلام حمامة السلام أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريباً مع ساعات الصباح بتصير إيجابية بتدعم من علاقاتكم العاطفية أكثر بترغبوا في أمور إلها علاقة في التواصل مع الأحبة أو لقاء الأحبة أو ممارسة هواية معينة في منكو رح ينشط في شيء إلو علاقة بالمجال الفني خلال هذا اليوم إما تجميل أو قصة شعر أو اهتمامات يعني إلها علاقة بشيء فني رسم موسيقى شغلي زي هيك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريباً أحسن وخصوصاً أنه الشمس قوية جداً اليوم وعطارت برضو بقوته الكاملة موجودة والقمر رح يطلع من البيت السادس فالتحسن رح يصير أفضل على الأمور الصحية على أمور العمل ممكن تظهر بعض المسائل العملية اللي بتخصك وبتهمك وإيجابية فبدك تهتم فيها بالكامل عشان تحصل من إيجابيتها زي ما حكينا صحياً الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية والتشافي لبعض المرضى أو الأشخاص اللي حسوا بالتعب في الفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعاً من ساعات الصباح القمر رح يدخل مقابلك مباشرة فعشان هيك بترغبوا في تعزيز شراكاتكم أهم شانك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم حاذروا من الخلافات وما تضخموا الأمور زيادة عن اللزوم عشان ما تدخلوا في نقاشات أنتوا بغنى عنها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً نقدر نحكي أنه في بعض المسائل المالية المشتركة معقدة شوي أو هيك بتزعجك خلال هذا اليوم إما مطالبات أو حسابات أو مراجعات لمؤسسات مالية يعني شوي بتطلب منك الاهتمام أهم شيء أنه اليوم ممكن تظهر بعض المسائل المالية المربكة مصاريف إما علاجية أو إلها علاقة باستثمار معين أو إلها علاقة بوضع عائلي معين انتبه من هاي الأمور وبرضو راقب أموالك من المحتالين أو النصابين أو الأشخاص اللي ممكن يستغلوه أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريباً نقدر نحكي أنه اليوم نشطة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن ترغب في داد دعيم علاقة مع شخص خارج البلاد أو تواصل معين في منك راح يهتم ببعض المسائل العلمية أو النقاشات وفي منك ممكن يخضع لامتحان أو مقابل اليوم بده يكون مستعد بشكل جيد حاولوا قدر الإمكان تشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وعشان تقدروا تتجاوزوا هاي الامتحانات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريباً إيجابية أو روتينية بمعنى آخر على مستوى بيت السمعة والعمل ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي عادي أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن يتوجه لك دعوة لحظو حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تسعد بلقاء بعض الأصدقاء أو اهتمامهم فيك أكثر أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريباً يعني بدك تهتم بالوضع السحي شوي وتهتم برضو بشؤون العمل لأنه مش سلبي بيت المتاعب ولكن نوع من أنواع الانتباه فقط لا غير راقبوا غذائكم وراحتكم هذا أهم شيء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر